أرانا الآن ننظر إلى علم أبيض براق وفي وسطه نجمة زرقاء ترمز إلى حلم أكيد يعتمر في نفوس أناس ظنوا أن العالم ينظر إليهم نظرة حب واعتزاز بينما هم أصل الشر في العالم كله إنه عالم أبناء صهيون تلك هي الصهيونية الداء الوبيل الذي يهدد العالم ويقض مضاجعه لا جرم أن الصهيونية هي أخطر المذاهب الدينية والسياسية والفكرية على الإطلاق التي منيت بها البشرية بما تفرض من قهر سياسي وقصر فكري وتمايز عنصري واحتكار للقوى المادية والفكرية على مستوى البسيطة كلها وبما تنزع بين البشر أبداً بالشحناء والبغضاء وتنزع بهم في الإحن والكيد والملاحاة والصهيونية ليست قاصرة على افتعال دولة يهودية في فلسطين وإنما هي تستهدف سيادة الدنيا بأقطارها قاطبة واسترقاق شعوبها كافة إننا الآن أمام درس الصهيونية الذي لا أبالغ إن قلته إنه سر الشقاء في العالم كله والآن لابد لنا من الوقوف عند دراسة هذا الدرس على عناصر أساسية يأتي في مقدمتها تعريف الصهيونية وثانياً تاريخ الصهيونية وثالثاً أسس الفكر الصهيوني ورابعاً أهداف الصهيونية وخامساً الوقوف على مناهج الصهيونية وسادساً الوقوف على وسائل الصهيونية وأيضاً لابد من أن نقف على الكيفية التي من خلالها يستطيع العالم الإسلامي أن يواجه وسائل الصهيونية أما تعريف الصهيونية فإن العقل يقف عاجزاً عن بيان تلك الحقيقة إنها حركة سياسية عنصرية متطرفة ترمي إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين تحكم من خلالها العالم كل وهي مشتقة من اسم جبل صهيون في القدس حيث تطمع الصهيونية أن تشيد فيها هيكل سليمان عليه السلام وتقيم مملكة لها تكون القدس عاصمتها ترجمة نانسي قنقر